بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم ولقاء يتجدد في برامج إنه الله جل في علا اليوم أيها الأحبة سيكون لقائنا مختلف نوعا ما سنتكلم عن اسم الله الكبير اسم الله الكبير هذا الاسم أيها الأحبة وهذه الصفة التي هي مشتقة من الكبر فالله سبحانه وتعالى هو الكبير المتعال ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في ستة مواضع وأغلبها الكبير المتعال العلي الكبير فالله سبحانه وتعالى هو العلي الكبير ما معنى الكبير وكيف نتعرف على صفة الكبر وحقيقة أيها الأحبة الإنسان حينما ينظر إلى هذه الصفة يعني وهذا الاسم يجد أنه يتكرر عليه منذ أن يصبح إلى أن يمسي منذ أن يفتح عينه إذا استيقظ قبل الفجر إلى أن ينام أذكار الصباح أذكار المساء الصلوات الأذان الصلاة إقامة الصلاة التنقل بين الصلاة أذكار ما بعد الصلاة التكبير معنى في كل شيء وليتكملوا العدة وليتكبروا الله على ما هداكم تكبير حتى بعد انتهاء الصيام تكبير في الحج تكبير في رمي الجمار تكبير عند ذبح الذبيحة التكبير إذا صعد الإنسان جبلا فأقول التكبير يوم العيد فصفة الكبر من الله صفة عظيمة صفة عظيمة جدا فالله سبحانه وتعالى هو الكبير المتعال صاحب العظمة صاحب الجلال أكبر من كل شيء لا تدركه الأبصار الكبير في ذاته والكبير في صفاته والكبير في أفعاله أيها الأحبة لماذا دائما الله أكبر الله أكبر تتكرر معنا في كل يوم بل أقول في أغلب أوقاتنا وفي حياتنا لماذا هذا هل أيها الأحبة تفكرنا في هذا انظر يا عبد الله كم يمر عليك الله أكبر في اليوم الليلة من هو الكبير إنه الله سبحانه جل في علاه ولذلك كما قلت لكم هذا الاسم ورد في القرآن الكريم في ستة مواضع ودائما متعلق بالعلو فالله سبحانه وتعالى هو العلي الكبير سبحانه جل في علاه والكبير هو صاحب العظمة يقول شيخ الاسلام ابن تيمي رحمه الله في قوله الله أكبر قال إثبات عظمته فإن الكبرياء تتضمن العظمة لكن الكبرياء أكمل ولهذا جاءت الألفاظ الشرعية في الصلاة والأذان بقول الله أكبر فإن ذلك أكمل من قوله الله أعظم فلما نقول الله أكبر ولحب دلل على عظمة الله سبحانه جل في علاه طيب سؤال الكبير سبحانه وتعالى هل يمكن لعقولنا أن تحيط به هل يمكن الله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصر حتى نتخيل أيها الأحبة حتى نتخيل هذا المعنى ونفهم هذا المعنى في قاعدة شرعية عندنا تقول الحكم على الشيء فرع عن تصوره تعالوا بنا أيها الأحبة نتخيل بعض المخلوقات أو نستحضر بعض معلومات بعض المخلوقات الكونية ونرى هل عقولنا يمكن أن تحيط بها أحبة في الله جمعت لكم بعض المعلومات عن بعض الكواكب الكواكب المخلوقة التي توصل إليه البشر وسننظر أيها الأحبة إلى هذه الأرقام الفلكية هل يمكن لعقولنا أن تحيط بها علما أيها الأحبة أكبر كوكب نرى نحن كبشر الشمس ثم القمر أحبة في الله الشمس تكبر الأرض تكبر الأرض بمليون وثلاثمائة ألف ضعف هذه الشمس التي نراها الآن أكبر من أرضنا بمليون وثلاثمائة ألف مرة شوفوا هذا العدد المهول الفلكي الشمس أكبر من أرضنا بمليون وثلاثمائة ألف مرة طيب في نجم أكبر نجم الشعر أيها الأحبة وأنه هو رب الشعر هذا الذي يرى في الأفق نجم الشعر أيها الأحبة أكبر من الشمس ثمان مرات نجم الشعر أكبر من الشمس ثمان مرات وأكبر من أرضنا قرابة عشر مليون مرة نجم الشعر أكبر من أرضنا كم يا أحبابي عشر مليون مرة عشر مليون طيب هل هناك نجم أكبر؟ نجوم هناك نجمة أيها الحبة اسمه رجل الجوزاء رجل الجوزاء رجل الجوزاء أيها الحبة أكبر من الشمس ثلاثمائة وثلاثة وأربعين ألف مرة شوفوا الرقم المهون أكبر من الشمس كم يا أحبابي؟ ثلاثمائة وثلاثة وأربعين ألف مرة من الشمس وأكبر من أرضنا أربعمائة بليون مرة أربعمائة بليون مرة رجل الجوزاء أربعمائة بليون مرة طيب في نجم أكبر فيه تكلمنا عن رجل الجوزاء تعالي لبيت الجوزاء بيت الجوزاء أيها الحبة أكبر من الشمس من الشمس ميتين وأربعة وسبعين مليون ضعف ميتين وأربعة وسبعين مليون ضعف من الشمس رقم ثلكي وأكبر من الأرض أيها الحبة ثلاثمائة وخمسة وخمسين ترليون ضعف أكبر من أرضنا بيت الجوزاء أكبر من أرضنا ثلاثمائة وخمسة وخمسين ترليون ضعف رقم فلكي فلكي جدا آخر نجم أيها الحبة تم اكتشافه في الكون يسمى في واي كانس مايغروس هذا أيها الأحبة يبعد عن الكرة الأرضية أربعة وعشرين مليون سنة ضوئية أربعة وعشرين ألف مئاسف أربعة وعشرين ألف مليون سنة ضوئية كم حجمه في واي كانس مايغروس أكبر من الشمس أيها الأحبة تسعة بليون مرة تسعة بليون مرة وأكبر من أرضنا إحد عشر ألف وسبعمائة ترليون مرة إحد عشر ألف وسبعمائة ترليون مرة هذا خلق من خلق الله فكيف الله ليس كمثله شيء ما هو السميع البصير أعرفنا الآن أيها الأحبة أن عقولنا لا يمكن أن تتخيل حجم هذه المخلوقات الكونية الكونية هل يمكن لعقولنا أن تتخيل الكبير سبحانه ما مستحيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير عقولنا أيها الأحبة تأجز عن هذه الأرقام أرقام أرقام أيها الأحبة فلكية يعني مليون بليون وترليون شيء عجيب بيت الجوزاء قلنا أكبر بيت الجوزاء أكبر من الشمس ميتين وأربعة وسبعين مليون مرة وأكبر من أرضنا ثلاثمائة وخمسة وخمسين ترليون مرة إذن الله كيف ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هيا اسمع ماذا يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول حبر الأمة وترجمان القرآن ما السماوات السبعي والأراضون السبع في يد الله إلا كخردلة في يد أحدكم الله أكبر السماوات السبع ترى يا أخواني العلماء إلى الآن ما وصلوا إلى السماء الدنيا كل هذه المعلومات للسعنة في الكون الفسيح فيقول ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن يقول ما السماوات السبعي والأراضون السبع في يد الله إلا كخردلة في يد أحدكم الخردلة يا أحبة قريبة الشباب السمسم حبة السمسم كل هذا الكون نعم كل هذا الكون ويقول صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبعي في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلا خذ لك خاتم ورميه في الربع الخالي مثلا هذه السماوات السبعي في الكرسي والكرسي موطن قدم الرب سبحانه وتعالى ثم يقول صلى الله عليه وسلم وفضل العرش على الكرسي فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة يعني أن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلاة والرحمن سبحانه وتعالى الكبير مستوئر على العرش فكيف الله أحبة في الله الآن عرفنا عظمة الله سبحانه وتعالى أو عرفنا شيء من عظمة الله سبحانه وتعالى سبحانه جل في علاه ومع ذلك أيها الأحبة مع الأسف مع الأسف نعصي ونغفل ونبارز الله بالذنوب المعاصي وأشياء كثيرة يا أخواني ملك الملوك سبحانه الكبير الكبير يقول عبد الله بن عباس شاء حبر من أحبار اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد في كتبنا أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يضع السماوات على إصبع والأراضي على إصبع والجبال والثرى على إصبع والماء على والشجر على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يهزهن ويقول أنا الملك أنا الملك قال ابن مسعود فتبسم صلى الله عليه وسلم متصديقا لقول الحبر ثم تلقوا له تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبغته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ألاني ولا حبا نسأل انفسنا نحن إذا رأينا كبير من كبراء الأرض ورأينا فيه ظلم ورأينا فيه قوة ورأينا فيه تعسف نخافه وما نسوي شيء يغضبه لماذا كبير في قوة وكبير في بطشه وكبير في جنوده وحاشيتي وكذا طب كيف الكبير سبحانه كيف نتجر أن نعصي الله الكبير سبحانه أيها الأحبة لابد الإنسان أن ينتبه الكبير هل لنا قدر بالكبير سبحانه أن نواجه أن نعصي يا أخي من أنت ومن ننا ومن أنا ومن نحن أمام الكبير سبحانه أيها الأحبة ما زلنا مع اسم الله الكبير وأنا أجزم أن هذه الحلقة لا يمكن أن تفي بشيء مما يستحقه الكبير منا لأنه كبير سبحانه وتعالى أحبتي في الله لعلنا نخرج ببعض الدروس المهمة في هذا الاسم أو من هذا الاسم أولا إذا عرفنا ما عرفنا أيها الأحبة وهذه المخلوقات التي عقولنا قد لا موقد بل أجزم أنها لا يمكن أن تحط بها علما أو قدرا قال ابن القيم رحمه الله وهو يتكلم عن اسم الله الكبير قال ابن القيم رحمه الله الله سبحانه وتعالى كبير في ذاته كبير في صفاته كبير في أفعاله كبير في ذاته كما سمعنا في الحديث السابق حديث الحفر الذي ذكره بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه والأثر الذي قاله ابن عباس ما السماوات السبع والأراضون السبع في يد الله إلا كخردلة في يد أحدكم فالله سبحانه وتعالى كبير في ذاته سبحانه جل في علاه طيب وقال ابن القيم وهو كبير في صفاته ما معنى كبير في صفاته بمعنى أن علم الله كبير منتهى الكمال أن حلم الله كبير أن كرم الله كبير أن لطف الله كبير أن رحمة الله كبيرة أن غضب الله كبير أن كل الصفات التي لله سبحانه وتعالى من سمع من بصر من لطف من خبرة من بصيرة جميع صفات الله سبحانه وتعالى كبيرة كبيرة حكمته كبيرة قوته كبيرة عزته كبيرة لطفه كبير رحمته كبيرة كرمه كبير كل صفات الله كبيرة إذن الله كبير في ذاته كبير في صفاته كبير في أفعاله نعم أفعال الله سبحانه وتعالى كبيرة لا يحدها حد يرفع ويخفض يحيي ويميت يعطي ويمنع يمن على هذا ويعذب هذا ويرفع ذا ويخفض ذا إذن كل أفعال الله كبيرة لا يمكن لعقلك انظر أيها الأحبة هذا الخلق منذ أن خلق في لحظة واحدة كم يرزق وكم يموت وكم يحيى وكم يتزوج وكم يهاجر وكم يمرض وكم يشفى وكم إنسان أو مخلوق يعني يصيبه ما أصابه في هذه الدنيا من عوارض لماذا؟ الله عز وجل يقوم على كل هذه المخلوقات كل هذه المخلوقات فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون من الذي خلقهم؟ من الذي يتولاهم؟ من الذي يرزقهم؟ من الذي يحييهم؟ من الذي يعافيهم؟ من الذي يبتليهم؟ أفعال الله كبيرا عرفنا الآن لما يقول ابن القيم رحمه الله الله كبير في ذاته كبير في صفاته كبير في أفعاله رحمة الله كبيرة ومر معنا أيها الأحبة كلام عن رحمة الله سابقا إن رحمتي تصبق قضبي ورحمتي وسعت كل شيء كل شيء فالله سبحانه وتعالى حينما خلق الله الجنة وما فيها يا أخواني لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها إن أقل أهل الجنة منزل أيها الأحبة قال يقول صلى الله عليه وسلم من ينظر إلى ملكه ألف سنة ألف سنة وجاء في حديث أن أقل رجل في الجنة يملك عشرة أضعاف الدنيا عشرة أضعاف الدنيا أهل الجنة يا أهل الجنة إن لكم من تحيوا فيها فلا تموتوا أبدا إن لكم من تشبوا فيها فلا تهرموا أبدا إن لكم من تصحوا فيها فلا تسقموا أبدا إن لكم من تسعدوا فيها فلا تشقوا أبدا يا أهل الجنة خلود فلا موت يا أهل النار خلود فلا موت عطاء كبير أيضا أيها الأحبة تأتي في الطرف الآخر نجد أيضا أيها الأحبة أن الله سبحانه وتعالى أهل النار إن بطش ربك لشديد كما أن رحمة الله سبحانه وتعالى كبيرة عذابه كبير أيها الأحبة مجلس الكافر في النار أيها الأحبة كما بين مكة إلى المدينة أربعمائة كيلو ذرس الكافر في جهنم كجبل أحد ثلاثة كيلو نصف سبعة كيلو نصف جلد الكافر العيض بالله في جهنم أربعون ذراعة ما بين من كبيه مسير الثلاثة أيام كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن أقل أهل النار والعياذ بالله عذابا من يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه والعياذ بالله جاء في بعض الله أنه لو قطرت قطرة من الزقون في الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم لو تنفس رجل من أهل النار في مائة ألف رجل من أهل الدنيا لأحراقهم وإقرأ في الأحاديث كم جاء وكم جاء نعم رحمة الله كبيرة وكذلك غضب الله كبير إن بطش ربك لشديد إذن أيها الأحبة الكبير هو الله كبير في ذاته كبير في صفاته كبير في أفعاله لك أن تتخيل يا عبد الله هذه المعاني كم ستفتح لك من الآفاق لم أنتهي من هذا الاسم أيها الأحبة لعلنا إن شاء الله فاللقاء القادم بإذن تعالى أن نكمل الرحلة مع اسم الله الكبير أسأل الله سبحانه وتعالى الكبير في ذاته والكبير في صفاته والكبير في أفعاله أن يمن علينا بفضله وجوده ورزقه وإنعامه وتفضله وصبره إنه على كل شيء قدير اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وسائر أعمالنا اللهم خذ من واصينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى أصلح نياتنا وذرياتنا إش مرضانا ومرضى المسلمين وإرحم موتانا وموتى المسلمين وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين موسيقى موسيقى